طائر مقنع وغريب وثق ظهوره للمرة الأولى في سوريا لتكثر التساؤلات عن سبب ظهوره وأهميته ليكشف خبير معلومات مفاجأة عنها فما القصة؟ تداول نشطاء السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطائر نادر وغريب لم يعتذي السوريون رؤيته من قبل حيث تساءل عن نوعه وسبب ظهوره ليرد خبير في الحياة البرية على تلك التساؤلات حيث قال إن الطائر المقنع الذي انتشرت صوره يعرف باسم طائر نماغو دوف ويطلق عليه في البلدان الأخرى اسم اليمام طويل الذنب وبحسب الخبير فإن هذا الطائر له مواصفات مميزة في مظهره فهو يملك ريشاً بجوار العينين يأخذ لوناً أسواد يحيط بالطائر وكأنه يرتدي قناعاً لذلك أطلق عليه اسم الطائر المقنع ويملك هذا النوع من الطيور ذنباً طويلاً ورفيعاً وصغير الحجم ومن أكثر ما يتميز به قدرته على الطيران بشكل سريع جداً بالإضافة إلى تميزه بتباين ألوانه وحول طبيعة ظهوره في سوريا وقال الخبير إن هذا الظهور هو الأول له في سوريا حيث رصد تحديداً في منطقة البادية وأشار الخبير إلى أن هناك سبباً رئيسياً وراء ظهوره وهو التغيرات المناخية التي تحدث في العالم كله وتؤثر على التنوع البيئي بشكل كبير وأكد الخبير أن آخر مرة رصد ظهور هذا الطائر في سوريا كانت قبل 16 عاماً وتحديداً في العام 2008 حيث ظهر في مدينة تدمر شرق محافظة حمصة وأشار الخبير إلى أن هذا الطائر نادر ولم يعد متواجداً حتى في البلدان التي كان يعيش فيها لذا دعا الخبير السكان والصيادين في سوريا وخاصة في المناطق التي ظهر فيها هذا الطائر إلى عدم استياده مشيراً إلى أن طعمه ليس باللذيذ أيضاً وأوضح الخبير أن هذا الطائر له فوائد عظيمة بالنسبة للتوازن البيئي فهو يتغذى على الأعشاب الضرة وبعض الحشرات التي تؤثر بشكل سلبي على المزروعات في سوريا لذا فإن تواجده في سوريا سيكون له فوائد كبيرة ومهمة وبحسب تصريحات الخبير فإن الجهات المعنية في سوريا ستعمل خلال الفترة القريبة القادمة على توثيق وتسجيل ظهور الطائر المقنع دوف بشكل رسمي وضمه إلى قائمة الطيور التي تعيش في البلاد الجدير بالذكر أن هذا الطائر النادر والغريب لا يعد الأول من نوعه والذي يتم توثيقه في سوريا فبسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية حدثت تغيرات جديدة في الحياة البرية والمائية أدت بدورها لظهور كائنات حية وطيور نادرة وأسماك غريبة في سوريا لم يكن من المألوف أن تتواجد فيها منذ قبل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر